وبتفتقد إلى أدنى مراحل المنطق الأهلي نادي الاتحاد الأفريقي ده الأهلي محدش الظلم من الاتحاد الأفريقي إلا النادي الأهلي وبالورقة والألم وباللقطة والصورة علشان الأخ الشمالي يعرف أنه كان ضحية لرأي قام على بضاعة فازدة إعلاميا تم تصديرها لسنوات طويلة مسيئة للنادي الأهلي وقيمة بطولاته ده النادي الأهلي يا أستاذ اللي ضع منه خمس كاسات خمسة على الأقل لأخطاء تحكمية مباشرة منها أخطاء صدرت أحكام بالحبس ضد حكامها حبس واعتقال وشب لحكام ثبت فسادهم في مباريات كان النادي الأهلي طرف فيها اللي بيقول لك الأهلي علشان نادي الاتحاد الأفريقي النادي الأهلي هو الوحيد اللي عقب من الاتحاد الأفريقي بالإيقاف ثلاث سنوات متصلة بسبب حكم فاسد أدار مباراة السوبر 94 ودخل السجن بعد كده وثبت أنه مرتشف في دور جنوب أفريقي بيتروس متابيلا ده النادي الأهلي خمس كاسات مستحقة للأهلي ضعت يا أستاذ من هذا الفريق اللي انت شايفه مدلل بسبب أخطاء تحكمية واضحة وصريحة حفكرك بيتروس متابيلا زي ما قلت لك سوبر أهل وزمالك 94 قبل منها ده 83 نرجع الوراء تخيل 83 الأهلي بيلعب نهاية بطولة أبطال الدوري عشان يحافظ على اللقب هدف تسلل لوكوتوكو ولا أوضح الحكم الجزائري محمد حنضل حسبه عشان الأهلي يخسر هذا اللقب ولو عايز تشوف النتيجة بعدها ب33 سنة 33 سنة تظهر الحقيقة أنه حنضل كان حنضل قوي أنه بعد 33 سنة المساعد بتاعه رشيد متجيبة يعترف في 2015 أنه رفع الراية رفع الراية للحكم أن الكرة أوفصايد قال له نزل الراية وحنضل صمم على رأيه الحنضل وحسب الهدف عشان الأهلي يخسر اللقب في النهائي ويعترف متجيبة في 2015 يعني بعدها ب33-34 سنة أنه وقتها الحكم كان رأيه اللاين مان رأيه استشاري الحكم ما أخذش به يا أستاذ شمالي ده 83 94 الأهلي يضيع منه لقب السوبر الأفريقي في جوهانس بيرج بسبب بيتروس متابيل اتفضل قادل أهلي المدلل شوف الفول اللي ارتكبه إيمان والأمونيكي واكتفى الحكم بإنذاره اتفضل لياسر ريان ده فول ومحضر اللي انت عاسته اتفضل والحكم فوق من اللعبة هو يا أستاذ شمالي ده الأهلي المدلل اتفضل محمد يوسف يتعمل معاه الفول والحكم يصفر لصالح الأهلي الفول ويجي يقوم أشرف يوسف في شده تفاجأ ان الحكم اللي بقول لكم بعد كده دخل السجن في وقاع عرشة في جنوب أفريقيا يطرد محمد يوسف ده الأهل المدلل ده الأهل بتاع الاتحاد الأفريقي ويغضب النادي الأهلي وقتها ويغيب ثلاث سنين معاقب من الاتحاد الأفريقي وبالمناسبة المحترم المهندس من الصفة فاهمي كان وقتها عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي وسكرتير الاتحاد الأفريقي اللي بيتهم بعد كده انه كان بيجامل الأهلي في الكاف لحمل أهل الراجل من ظلم متابلة ولا تدخل لمنع الإيقاف الفترة دي الزمالك خد ثلاث كاسات في هذه الفترة ترجمة نانسي قنقر